اهلا بكم مرة تانية فقرة الصحافة الدنيا فيها ايه وجولة في الصحف المصرية والصحافة التحليلية نهاردة مع عضفنا للنورنا دكتور مينا ملاك الكاتب الصحفي سبع خير يا دكتور منورنا خلينا نبدأ الجولة الصحفية النهاردة من جديدة المصر اليوم الخبر الاول بيقول النائب العام دورنا فاعل في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة اكد النائب العام المستشار نبي صادق ان دور رجال النيابة العامة في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة محوري وفاعل وهي الامينة النيابة العامة هي الامينة على المجتمع وعلى الدعوة العمومية عايزة تحليل حضرتك لهذا الخبر بالاضافة الى دور النيابة العامة في المجتمع المصري المفروض يكون عامل ازاي ويحافظ ازاي على امن المجتمع بشكل كبير طيب ما بدأنا هو التصريح دوات قاله على خلفية زيارته للكويت وتوقيع مذكرة تفاهم مع نظيره الكويتي والتعاون بين مصر واي دولة اين كانت في العالم فما بنا دولة زي الكويت ودولة عربية امر مهم جدا لحكام قبضة الامن المصري على الهاربين واحنا يمكن نسا قريب اوي كان عندنا اخبار عن خلية اخوانية كانت موجودة في الكويت وكان بسبب المذكرات التفاهم وما شابه من علاقات التبادل امني او قضائي كان سبب في ان احنا قدرنا نعيد القبض عليهم ومحاكمتهم في مصر فمن خلال هذا الخط المستقيم الحقيقة بيكمل المستشار نبيل صادق هذه الفكرة وبيكمل كمان بيعبر كمان للشعب المصري عن اهمية النيابة العامة يعني انا اذكر انه في وقت مقتل الشهيد الشام بركات المستشار الشام كان الناس طبعا عارفة ايه متى النائب العام ومش عارف ايه وما الى ذلك لكن ما كاناش فاهمين اوي ايه ضرور للنائب العام يعني كان كل احتجاك الناس بوقلاء النيابة وما الى ذلك فكان المطلوب انها هنحن نفهم دستورين ازاي بتعمل بيختار ازاي ما الى ذلك يعني من اجراءات قانونية النقطة التانية اللي الناس كانت لازم تبقى عارفها ايه دور النيابة نفسها هي مش محقق معاك بتتهمك وبس لا هي ممكن تكون محركة لدعاوي في مصلحة الشعب المصري هي التي تدافع عن حقوق الشعب المصري بملاحقتها الخارجين عن القانون والمطلوبين امنيا وذلك مش بالدور الامني لكن بالدور القضائي اللي هي بتقف قدام المحكمة بتطالب بتغليز العقوبة او بتوقيع اقصى العقوبة في سبيل انه تنفيذ القانون كمان هي اللي بتشرف عن التحقيقات يعني دكتور مينا مش اعضاء النيابة العامة مش دايما بيكونوا موجودين في مواقع الحدث وقت حدوث اي حدث بيحصل ارهابي جريمة ايا كان ولا هم وجودهم فقط قضائي لا لا اكتبوا لها لكن هم كمان بيشرفوا على الاجراءات القانونية يعني احنا ممكن نلاقي قضية مكتملة الاركان لكن النقطة قانونية ضعيفة فيها بتفسد القضايا كلها فوجودهم في مكان الحدث زي ما حدث اشارتي مشكورة بيخلي المسألة قانونية جدا بالضبط وفي اشراف حتى بيقى فيه تعامل مع مثلا اللي هو الطب الطب الشرعي الشرعي اللي بيقدم تقارير بخصوص الاعمال اللي حصلت بيبقى موجودين حتى في وسط الحدث الارهابي يعني خلينا اقول لحركة في وسط الجريمة قد تبدو المسألة محكمة امنيا لكن احنا بنشوف خبراء مفرقعات مثلا بيستشهدوا بسبب ومعاملاتهم مع القنابل او متفجرات دي النيابة موجودة في مكان الجريمة وعلينا احنا شوفنا اكم من قضاء ومستشارين ووكلاء نيابة ولسه كنت مفكر ناس بمستشارة حتى مبركات كانوا هدف لجامعات الارهابية لان هم مدركين مدى اهميتهم واذا ارتعشت ايديهم بتبقى الفرصة سانحة للمجرم انه يفلت من عقابهم تمام نروح لخبر تاني من جريدة الوطن الخبر اللي معانا بيقول المالية اسعار السلع لن تتأثر بالغاء الدولار الجمروكي قرار الغاء الدولار الجمروكي اتقال انه مش هيأثر على اسعار السلع في الاسواق بالاضافة الى انه كان الفرق ما بين الدولار الجمروكي والدولار كان بيوصل تقريبا اتنين دولار بالاضافة كمان لانه اتقال كده في احد البرامج الفضائية وده طبعا اللي قال الخبر او تفاصيل الخبر ان معظم السلع الاستراتيجية اصبحت معفاة من الجمارك احنا عايزين نتكلم على الفكرة في الغاء الدولار الجمروكي هل حالك شايف انه ده الافضل فعلا هل شايف انه فعلا التصريح اللي بتخرج طول الوقت او التصريحات اللي بتخرج طول الوقت فيما يخص اعفاء السلع الاستراتيجية من الجمارك ده فعلا بيحصل على ارض الواقع ولا هي مجرد تصريحات بتطلع والواقع مختلف تماما طيب اسمحيلي الاول اعرق في الناس ايه هو اصلا الدولار الجمروكي وايه ظروف وجود الدولار الجمروكي الاصل في الموضوع انه لما بنستورد حاجة من برا بتقيم سعرها بالدولار وبتفرض بناء عليها رسوم جمروكية ده الاصل في الموضوع لما حصل تحرير سعر الصرف في مصر اشتكى المستوردين والتجار وحتى يعني المتعاملين مع المواطن مش حتى المستوردين من فكرة انه السعر الدولار متزبزب في صعود وهبوط مستمر وده بيقدي انه هما مش قادرين يحددوا سعر السلعة فالحكومة مصلحة الجمارك ووزارة المالية عملوا اجراء اسمه الدولار الجمروكي فحددوا سعر الدولار الجمروكي بحوالي 90% من سعر الدولار البنكي أو المصرفي فبقى البنك المركزي بيحدد انه الدولار مثلا في حوالي 18 جنيه هو بيعملوه 16 جنيه 16 تقريبا لما بدأ وده بدأ من امتى من اكتوبر 2017 استمر 14 شهر وبعدين اتلغى على كل السلع الا بعض السلع الاساسية والاستراتيجية ده اتلغى اتلغى قالك انه انا لما يعني مثلا سي لو حد حيجيب سلعة ترفيهية تب ليه يستفيد من السعر اللي هو مخفض الدولار ماذا سعر مخفض الدولار بدلا من 16 جنيه ب18 جنيه فقالك لأ مش هنعملها مش هنعملها على كل فطبعا ساعتها احنا حتى علقنا وقلنا وانا اذكر ان انا كنت هنا برضو قلت انت بتقيم على اي اساس ايه السلعة دي ترفيهية او السلعة دي مش ترفيهية لانه كان ساعتها من ضمنهم حاطين فرش السنان ومعجون السنان سلعة ترفيهية معين دي مش سلعة ترفيهية ابدا دي سلعة مهمة جدا لصحة ما ده واحنا بنشوف بالمناسبة ايه عشان بس الناس اللي بتزايد بنشوف قد اهتمام الرئيس بصحة الشعب المصري من كل جوانبها مش عايزة يعني احدد حاجة محدد من كل الجوانب وحملاته متعددة الاتجاهاته المهم بس عشان نرجع لقصة الدولار الجمركي عشان الناس ما تطهش مننا جون في شهر ده كلام ده بقتلغى على السلع الايه الترفيهية زي ما هم سموها يعني في شهر ديسمبر 2018 بعد تسعة تشهر اللي هو نهارده اتلغى على كل فبقى اصبح الاتي انه بيحدد سعر الدولار بناء على تحديد البنك المركزي لسعره لانهما مش هيقدروا ليه بقى البنك المركزي برضو عشان نستبقى فاهمة لانه احنا عندنا كذا بنك ومنلاقي الدولار مثلا في البنك الفلاني مش عايز اسمي قسامي بس البنك الفلاني بسبعتاشر تسعة وتسعين في البنك التاني بطمانتاشر وقرش وهكذا فمع التعدد دوت فبنك المركزي هو المتحكم في سعر الدولار يعني جوه تعامل جوه مصلحة الجمارك عشان يقدروا يحددوا الرسوم الجمهوركية طيب ليه لغوه ليه لغوه دلوقتي هم بيقولوا انه احنا لغنال انه اولا سعر الصرف ثبت ما بقاش زي الاول طيب ده سبب السبب التاني اللي هو بيروجه فكرة انه ايه بصورت برضو سعر الصرف رجع تحرك مرة تانية ما دانا هنقوله حضرتك اللي هيقوله بقى انه اللي برضو اللي بيروجه الفكرة انه مش هتتأثر السلع بيتكلمه على انه ما بقاش في فرق كبير ما بين السعرين لان احنا شاهدنا في الفترة اللي فاتت انه سعر الدولار نزل لغت يعني لمستويات اقل من ال 18 جنيه بكتير اللي هي كانت عليها ساعة ما كان الدولار الجمهوركي ب 16 فتقارب السعر دوت قالك ما يبقى مش مستهلة زي ما بقوله يعني فمش مستهلة دي بقى بيتفرق مثلا حوالي جنيه مثلا الجنيه ده السؤال بقى اللي بيترح نفسه اللي هو بيتكلمه اللي مش هزيد الأسعار طيب الجنيه ده مين اللي هيدفعه طيب السلع الاستراتيجية اللي هي الرز والزيت والسكر والشاي دول مش بتدفع لهم جمارك هم ملغلين ليه ما انا مش فهم يعني السعر الشاي لما احنا بنتعامل معاه بزمان كنا بنجيب مثلا نص كيلو الشاي بكذا دلوقتي بقى ربع كيلو الشاي بضعف السعر دوت طيب ده ازاي ده بقى بأن النقطة مهمة جدا انه ستبقى أزمة عدم تحكم الحكومة في الأسواق في الأسواق كارثة بتهدد أمن المواطن الاقتصادي وخلينا كون أكثر تدقيقا بوضع بزبط كده بالزبط كده فالكلام النظري الكلام غير مسؤول وانا هسمحيلي أحيل حضرتك إلى رئيس إلى رئيس غرفة المستوردين هو صرح بوضوح قالك لا الأسواق هتتأثر طبعا الرئيس السابق للغرفة قالك لا لا مش هتتأثر وده الصراع الطبيعي ما بين الناس لكن بوضوح بالعقل فيه فرق جنيه تقريبا ما بين السعرين حييجي منين هل هيتكفل بيته الجر مصر كنوع من أنواع الصدقة مثلا أو يعني مش فاق برضو إذا كان المصرح إحبال اللي بنشيل آه حيتفاحها المواطن طيب إنا بقى المواطن الأخيرة مسا عشان أغطيت المسألة كلها وبقى ردتها على تعليق حضرتك يعني قلتي بزكاء شديد الحقيقة طيب مع سعر الصرف اللي ثبت لي أن هو حيفضل ثابت بالظبط ولما لو تحرك يعني خلينا نقول إيه رجع تاني نرجع الدولار الجمركي لما تحرك تاني يعني ما هو هل ده هاي شغالين بقى خصوصا بقى في في ظل إيه بقى وده بيشرح لي إنه إحنا ما بندرسش قراراتنا على الإطلاق على الإطلاق فيش أي ترابط ما بين أجهزة الدولة يعني البنك المركزي خفض سعر الفايدة وحكومة خفضت فايدة السنديات اللي بتصدرها والأزونات اللي بتصدرها ده معنى إيه إنه من المحتمل من الوارد على حتى المستوى البعيد إنه بعد المستثمرين اللي كانوا بيستثمروا دولاراتهم السيخنة في مصر ومحاولينها حيبدأوا يسترجعوها لقل السعر الفايدة إلى حد ما ما كانوا بيستخدموه قبل كده فقد يرتفع سعر الدولار قد يرتفع أنا مش هقول إنه من المؤكد لإني معرفش يعني ما بدرش أخش في غيبيات لكن ده محتمل فكان متوقع إنه يصبروا شوية لقد ما يشوفوا ردد فعل قرار البنك المركزي بشأن هذه المسألة وإلا يبقى إحنا بنهزر يبقى إحنا بنهزر لأن إما حرجع تاني السعر الدولار الجمركي إما حضر أعمل إجراءات تحجم سعر الدولار اللي بيرتفع بس هما دلوقتي يتقال إنه السلع أو معظم السلع الاستراتيجية هي اللي باتت معفاة من الجمارك لكن باقي السلع مش معفاة من الجمارك تمام بساطة تاني أموال الرز بيغلى ليه السكر بيغلى ليه لما هو معفا من الجمارك طيب مين اللي بيستفيد من ده طيب بلاش أنت على أي أساس حددت أن دي سلع استراتيجية وأن دي سلع مش استراتيجية ماستهلوش تستخدموها يعني أنا 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 معاشي بسأل هل مثلا مثلا الدواء بكل أنواعه سلع مش استراتيجية لا استراتيجية طبعا طب إما أنت بتحطني في موقف حرج إنت بلاش الدواء عشان يقولك إن بعض الشركات بتعوفها من الجمارك بسبب كذا وسبب كذا ما فيش سلعة مش استراتيجية ما فيش سلعة مش مهمة بالنسبة للبناد ما فيش سلعة المواطن المصري ما بيستحتاج طب إحنا داخلنا على 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 مدارس أو موسم مدارس أي ما يشتريه المواطن المصري لأولاده في المدارس سلعة استراتيجية ولا رفاهية كلها استراتيجية طيب أنت بتعتبرها إيه بقى في الجمارك خلنا بس منطقيين التوصيف نفسه أو الوضوح في التوصيف ما أساوي ما أساوي مشكلة كبيرة ده حقيقة طيب نروح للخبر التالت من جريدة الأهرام الخبر بيقول الإخوان يواصلون مخططاتهم الخبيثة خلية ابن شاطر تمول داعش وأكد واكد يحرد ضد مصر تفاصيل الخبر بتقول ما زالت جماعة الإخوان الإرهابية وأعوانها يواصلون محاولاتهم الخبيثة لهدم مصر وتهديد وتموي لهم وتهديد أمنها واستقرارها عبر تجنيد الإرهابيين من عناصر داعش وتموي لهم بالأموال والأسلحة لخدمة مخططات الإخوان في الخبر كمان قالوا أنه دي كانت عن طريق أنهما كشفوا بعض المحاولات من خلال التحقيقات اللي حصلت مع بنت خيرة الشاطر قدمت أموال عناصر داعش وكانت تحت مضلة رعاية أسر المحبوسين تعالي حضرتك طيب يعني مبدأ أيان احنا عارفين أن احنا في حرب مع المنظمة العالمية هي الإخوان المسلمين ودي المنظمة دي لها بفكرها بفكرها مش مش شرط يكون مباشرة لها أتباع من داعش من القاعدة كلهم تباحها ده الفكر الأساسي العنيف يعني لكن بيبقى نقطة مهمة جدا غير غير أن احنا عرفنا أن احنا في حرب مع هذه المنظمة اللي فكرها منتشر في كل يعني التنظيمات الإرهابية النقطة اللي نتكلم فيها منه مش جديد أن احنا نعرف أنها بتحاول ترعى أسر المسلمين من داعش وبالتالي من الطبيعية أنها تحاول تجند المزيد والمزيد من الأعضاء الذين يهددون أمن مصر وأمن المنطقة بالمناسبة يعني خلينا أقول حضرتك لو ما دينا على استقامة الأفعال جماعة الإخوان هتلاقيها متواجدة في اليمن وفي ليبيا وفي سوريا وفي كل حتة فبيبقى لنا أمر مهم جدا أن مصر بأمنها وبشرطتها وبانتباه أجهزتها كافة الأجهزة كافة الأجهزة المعنية بأمن مصر هي اللي بتقدر تكشف الأفعال وطرقهم الجديدة والدنيئة يعني الحقيقة خلينا أكون بعتذر عن فكرة الدنيئة لكن الحقيقة هي دنيئة أن أستغل عوز بعض الأسر بسبب احتياج وحبس عائلها أو مثلا وده بقى بيقودني إلى عمل مهم جدا طب ليه ما الدولة ما تقومش بدها يعني ما تدرسش ليه الأسر الأسر ديت وتشوف مش بس تتعولهم اقتصاديا حضرتك لا تتعولهم تعليميا لأنه لما ندرك أنه مثلا منطقة محافظة زي الفيوم تقدرنا للأهل الفيوم وأهم أهلنا وحبابنا وكل حاجة بيطلع منها هذا الكم من الإرهابيين ومنطقة زي سنورس بالتحديد بيطلع منها هذا والكاتب الصحف المحترم دكتور خالد منتصر أشار لهذه المسألة غير مرة في مقالته طب اسمح لي يا دكتور هل المجندين هم فقط اللي عندهم حالة بدية أو حالة اقتصادية صعبة أو تعليميا هم مش أفضل حالا ولا في كتير جدا من المجندين الإرهابيين متعلمين متقفين على مستوى مادي واقتصادي كبير طيب أولا مثلا احنا نتكلم عن المجندين من الإرهاب مش المجندين من الشرطة لا طبعا مجندين إرهابيين طبعا أكيد طيب أنا مش بكلم على فقر اقتصادي قد ما بتكلم على فقر فكري وتاني ومش بتكلم على طب خريج طب عشان يكون ده متعلم أعلى تعليم ولا بتكلم على خريج خريق بabbلي بالضبط ده ما هو ده مؤشر يعني أنا مثلا بتكلم على حضرتك قوضة قوضة في بيت حضرتك قاسف يعني تخش أي قوضة في أي بيت بتلاقي كم كبير قوي من الزباب تمام بتدركي ان في ايه في حاجة خلط في روضة داية وانت اه هترشي وموت الدبان تمام ماذا حيبقى انه شبك مفتوه حيبقى انه في قمامة مادلوقة فيه كذا طول ما انت بتستفيد بقى طول اه المكان دود افرز على مدار 30 سنة عديد من الارهابيين من الاتل دا الاتل دا الاتل دا الانفرس كذا ومكفرين وكذا وكذا تم انزل كدولة واقطع الفرصة على ما شبه منت الشاطر اصلا مش وحيدة يعني وانهاش الوحيدة في المسألة وابدأ انضف وانقي واستفيد من باعمال عملية ثقافية اصلا مسألة تاني مكافحة الارهاب ليس عمل امني فقط احنا بنكافح الارهاب فلازم نكافح فكري فلازم نجد طول الوقت منتكلم في تجديد خطاب ديني طول الوقت منتكلم في ثقافة والتعليم مش نتكلم بقى نفعل بقى ننتقل لمرحلة العمل وتاني داعش القاعدة بوكو حرام وماشقابة من كل انواع هي منتمية للاخوان فكريا صحيح طيب نروح لخبر تاني من جريدة اليوم السابع بتكلم على منظومة التأمين الصحي الجديدة الخبر بيقول صرف ادوية منتفع منظومة التأمين الصحي الشامل من صيدليات المستشفى اكدت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة توفير كافة الأدوية للمنتفعين بالمنظومة ويتم الصرف بالمجان من صيدليات المستشفيات مضيفة الى ان الدولة تتكفل بكافة المتابعات العلاجية بعد اجراء العمليات الجراحية الكبرى وقالت منظومة التأمين الصحي الشامل ان عمليات التسجيل للمواطنين مستمرة في كل الوحدات الصحية بمحافظة بورسعيد وان الخدمات الطبية متوفرة وجميع المترددين يحصلون عليها لافتة الى ان التخصصات الطبية المختلفة متوفرة بالمستشفيات والوحدات بشكل منتظم طيب يعني معلش ان انا بس يعني مش بينلي قوي الموقف على مستوى الدولة على مصر كلها ولا ده ما يخص بورسعيد بورسعيد يعني لا انا اقصد صرف الصيدليات للأدوية بورسعيد ده شيء كويس عبال باقي مصر بس خلينا اقول بس خبر مهم قوي متعلق بهذه المسألة يعني ان اللقاحة التنفيذية التي تنظم عمل هيئة الدواء وهي هيئة من الهيئات المناط لها تنفيذ قانون التعامل الصحي اللي احنا بنصدد الحديث عنه في هذا الخبر لم تصدر للآن وانا مش قادر افهم ده ليه وازاي ليه وازاي يعني وده امر مهم جدا انا بصدر قوانين وببدأ انافز فيها هو في محافظة مثل محافظة بورسعيد كنا عشرنا لكده ان محافظة بورسعيد اخطيرت لانها على الاقل عادة في كسافة السكانية وانا يقدر نسيطر عليها وانا يقدر نجرب كويس وهكذا لكن القانون صدر من مدة القانون صدر من اكتر من سنوي احنا بنتكلم في بطء شديد جدا في تنفيذ القوانين واصدار اللواقع التنفيذية التي تشعر المواطن بانه في حاجة جديدة حصلت يعني مش بس انا بطيء في تنفيذ القانون على مستوى الجمهورية خلاص بررناها بانه بنجرب وانه كذا وانه كذا فهمناها لكن اللواحة التنفيذية اللي بتنظم بقى العمل هيئة زي هيئة الدواء اللي احنا نتكلم على انه هي بدلوقتي بتصير في الصيدليات وبتاعت المستشفيات وما الى ذلك مسألة خطيرة انا مش قادرة افهم احنا ليه ليه بنتمتع بهذا القدر من البطء ده امر مؤسف حديقة قصد البطء في التنفيذ لمنظومة التأمين الصحي ولا التنفيذ او البطء في اللوايح ولا البطء في توفير الأدوية فعلا في مستشفيات خاصة مش بس في محافظة بورسعيد لكن في المستشفيات كلها بتاعت كل المحافظات يعني البطء فين بالزبط واحد احنا فهمنا انه هو بورسعيد بدين بيها عشان ديه الكسافة سكرية وتجربة خلاص فبطء هنا يعني يبدو مبرر يبدو مبرر لكن انه انا الليحة بص حراتك اي قانون ما لم تصدر له لايحة انفيذية فهو العدم سواء مالوش وجوده على الارض الواقع قانون ورقي مكتوب و جميل و حلو وناس موفق عليه طب ننفزه ازاي لازم تكون في لايحة انفيذية طبعا ما ما تواجهش فاللايحة انفيذية بتاعت هيئة الدواء اللي احنا نتكلم عن الدواء و صرفه من الصيدليات ما تلعيتش لغاية الوقتي فده خطير ده امر خطير جدا وقلص على ذلك قوانين كتير بالمناسبة يعني لو وايحة انفيذية بتاعتها قانون شكلا صدر من مجلس النواب لكن لو وايحة انفيذية بتاعته ما صدرتش فالمستفدين من القانون ما عارفوش ما حاسوش بيه لغاية دلوقتي تمام نروح لخبر اخير وفي عجالة من جريدة الوطن الخبر بيقول ما اشبه اليوم بالبارحة سكان جنوب لبنان يروون اجواء القصف الاسرائيلي عايزين نتكلم عنه اللي حصل في جنوب لبنان وانه السكان كلهم طبعا في حالة من الخوف طيب هو طبعا نحن بنزمة لبنان بس من حي قناة كلها على التعامل خلال السيوم العدرة في سفيرة السماء اشكرك حقيقة كان حاجة ممتعة وجميلة جدا اشكرك اعدادا وتنفيذا ومزيع كله لا حقيقة اشكرك جنوب لبنان منطقة الصراع اسرائيلي شيعي خلينا نكون دقيقة صحيح شيعي برغم انه صدرت ووجود قوات حفظ السلام وما الى ذلك الا انه منطقة احتكاك ومنطقة الاحتكاك الحقيقة اسرائيل بتنفذ ضربات في سوريا سوريا اللي هي النظام ضد النظام الشيعي برضو العلوي والمساند والمؤيد من حزب الله الشيعي والايران الشيعية المسألة دي استفزت حزب الله فعمل بعض العمليات الحربية او العسكرية التي تعتبرها اسرائيل ارهابية فردت عليها وبقى هنا امر مهم ان لبنان الذي ليس له يعني تمقولوا ناقة ولا جمل في هذه المسألة مقاد الى ان يدخل حرب ليس له فيها شيء الا انه على ارضه ميليشيات وقوات قدر بخمسة واربعين الف جندي من تبع حزب الله طبعا هما في جزء منهم برا في سوريا جزء منهم في اليمن لكن في الاول في الاخر ووضوح شديد جدا ان اسرائيل بتدير حرب ضد شيعة المنطقة في لبنان في العراق انها يبدو انها لنفذت ضربات ضد الحجر الشعبي قوات الحجر الشعبي في العراق وهي شيعية بالمناسبة موالية لايران وبتدرف برضو في سوريا المسألة هنا خطيرة جدا وانا ادعو الخارجية المصرية وكل اجهزة الدولة المصرية المعنية بالمسألة كما يعني تحاول المهدنة والتهديئة في الغزة ان تتدخل بكل ثقالها في لبنان لان الامر مرشح لاندفاع الشديد نحو الحرب وقد تسفر عن حروق يعني عن معارق خطيرة جدا تتدخل فيها قوة عزمة تمام دكتور مينة ملاك الكاتب الصحفي بشكرك جزيلا لوجودك معنا النهاردة نورتنا نورتنا لفاصل مشاهدي نخرج معاكم لفاصل نكمل باقي فقرات الحلقة النهاردة استنونا بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة